موسيقى مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصفة الخامسة الابتدائي نرسنا اليوم يونت 7 لسن 6 يونت 7 الدرس السادس منوان الدرس مجلة مدرستي كيف نسافر موجودة في صفحة 100 الكتاب الطالب صفحة 98 كتاب النشاط قبل ما نبدو بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب اللي اسمه الاستاذ طاحسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الخامسة الابتدائي كذلك تمنشر هذه الحلقات عبر بيجنا على الفيسبوك الاستاذ طاحسين مدرس اللغة الإنجليزية اللي بتقدرون تلقون من خلال هذا المعرف صفحة 100 من كتاب الطالب مكتوب على صفحة مجلة مدرستي كيف نسافر بأسفلها مكتوب فكر وناقش مثل ما تعودنا بكل يونت إذا صادفتني هذه العبارة مع الفكر وناقش هي عبارة عن مقدمة للدرس الاستاذ يسأل هذه الأسئلة والتلميذ يقدر يجاب عنها حسب رأيه ويناقش الاستاذ بالأسئلة هذه مثلا نمبر وان أولا الأستاذ رح يسأل كمقدمة للدرس كيف عائلتك تسافر إلى الأماكن الأخرى في العراق فهنا التلميذ مخير أن يقول مثلا buy car بواسطة السيارة buy train بواسطة القطار buy ferry boat بواسطة القارب أو buy plane بواسطة الطائرة كذلك التلميذ مخير أن يجاوب الطريقة التعجبة فمثلا يقول my family travel by car عائلتي تسافر بواسطة السيارة أو my family travel by train عائلتي تسافر بواسطة القطار سؤال آخر لأستاذ يسأل يقول what is your favorite way to travel ما هي طريقتك المفضلة أو وسيلتك المفضلة للنقل أو للسفر كذلك التلميذ مخير أن يجاوب بالطريقة التي تأجبه أو يعبر عن رأيه فمثلا يقول buy plane أو I like planes أنا أحب الطائرات أو يقول my favorite way to travel is plane طريقة المفضلة للسفر هي الطائرة سؤال ثالث يسأل أستاذ look at these ways انظر إلى هذه الطرق أو وسائل النقل to travel التي نستخدمها للسفر which do you like best أيهما تفضل أكثر وسائل النقل فكذلك التلميذ مخير buy plane buy ferry boat buy train buy car إلى آخره إذن هذا مجرد مقدمة للدرس الأستاذ يسأل هذه الأسئلة والتلميذ مخير أن يجاوب بالطريقة التي تأجبه باستخدام وسائل النقل هذه ننتقل للنشاط الآخر read and match to the photos اقرأ اقرأ هذه النصوص الأربعة وطابقها مع الصور نلاحظ أنه خلال قراءتنا للنص بها معلومات تخص أحد هذه وسائل النقل الأربعة فرح نقرأ النص نوضح مفرداته ونشوف كل نص كل شخص من هذه الشخصيات النص مالتا يناسب يا وسيلة من وسائل النقل اللي منطينيها على شكل الصور أربعة فمثلا ديما هنا تتحدث تقول ديما أخبرت مجلة المدرسة الخاصة بها عن زيارة أمها للنجف الأشرف هنا سنقرأ النص ونشوف وسيلة نقل مذكورة بداخل هذا النص ديما تتحدث تقول أمي ذهبت إلى النجف الأشرف الأسبوع الماضي كأطلق في أطلتها مع عائلتها طارت إلى هناك بواسطة الطائرة فقط استغرقت حوالي ثلاثين دقيقة لكي تصل إلى هناك من بغداد ننتبه هنا على المعلومات المتعلقة بهذه النصوص لأن بالدرس القادم رح نلاحظ أن يسأني على شكل صح وخطأ أسئلة متعلقة بهذه النصوص مثلا يقول لي فقط تستغرق حوالي ثلاثين دقيقة لكي نصل إلى النجف من بغداد صح له خطأ فإذا ما حافظ أو ما انتبه على المعلومات التي ستذكر بهذه النصوص ما رح أقدر أجاوب على الأسئلة المتعلقة بها اللي إن شاء الله رح أنحلها بالدرس القادم في الدرس السابع حسنا نرجع للنصوص نلاحظ أن هناك ذكرت بلين الطائرة إذن الصورة المناسبة لها هي الصورة الرابعة فأخلي هنا رقم أربعة ونكمل قراءة النصوص It takes about 2 hours to get there by car شقد تستغرق من بغداد للنجف الأشرف بواسط السيارة 2 hours حوالي ساعتان بينما بالطائرة تستغرق 30 دقيقة Next time في المرة القادمة My mother goes to النجف الأشرف في المرة القادمة التي تذهب فيها أمي للنجف الأشرف I am going to go with her سوف أذهب معها I want to go by plane أريد أن أذهب بواسط الطائرة It is very exciting إنه أمر مثير جدا خلصنا النص الأول نجي عن النص الثاني اللي كاتبة كرم كرم told us about his father and how he goes to work كرم يخبرنا عن أبيه وكيف يذهب للعمل كرم يقول المحنات الكبيرة takes a long time to each day to go there and to come يستغرق وقت طويل في كل يوم أن يذهب إلى هناك ويعود إلى البيت and come home He leaves home early يغادر البيت مباكرا in the morning في الصباح and comes home late ويأتي للبيت متأخرا قرأنا النصوص وضحنا مفرداتهم عرفنا المعلومات المتعلقة بيهم وصلناهم بالصور المناسبة لهم بعد أدنصين كاتبته جنة وفراس جنة told the school magazine about the picnic جنة أخبرت مجلة المدرسة عن رحلتها that her school is going to have التي سوف تحظى بها مع مدرستها they are going to go on the ferry boat سوف يذهبون بالقارب ما تقول الجنة تقول my school is going to have a picnic مدرستي سوف تحظى بنزهة we are going by ferry boat سوف نذهب بواسطة القارب on the river في النهر most of the pupils are going to come معظم التلاميذ سوف يأتون it is going to be very exciting سوف يكون جدا مثير because it is my first time on a boat لأنها المرة الأولى لي في القارب ننتبه المعلومات أن جنة أول مرة تصعد قارب ننتبه المعلومات لأن الدرس القادم عندنا أسئلة متعلقة بهذه المعلومات we are going to see lots of beautiful places سوف نرى الكثير من الأماكن الجميلة I am going to make a cake for the picnic سوف أصنع كيكة للرحلة يا صورة من الصور الأربعة من وسائل النقل الأربعة التي ذكرتها جنة في هذا النص ذكرة الفيري بوت والصورة الثالثة فيكتب رقم ثلاثة أمام هذا النص بعد فراس told the school magazine about his big brother فراس أخبر مجلة المدرسة عن أخوه الصغير فش يقول فراس يقول My brother went to see our uncle and aunt أخي ذهب لرؤية عمنا وعمتنا They live in الناصرية يعيشون في الناصرية He went there by train ذهب إلى هناك بواسطة القطار It was his first time كانت المرة الأولى التي يركب فيها القطار On a train And he loved it وهو أحبه This train can go very fast And it is exciting هذا القطار من الممكن أن نسير بسرعة كبيرة جدا وهو مثير حقا يا صورة من الصور التي ذكرت بها أحد وسائل النقل صورة الترين القطار التي هي الصورة الثانية فضع رقم ثانية أمام هذا النص بعد ما قرأنا النصوص وضعنا مفرداتهم ووصلناها بالصور مثل ما طلب من عندي ننتقل إلى أكتاب النشاط What can you remember ما الذي يمكنك أن تتذكره Answer the questions أجب على الأسئلة التالية هنانا الأسئلة المتعلقة بالنص السابق هذه الأسئلة كذلك متعلقات بالنص السابق اللي قرأناه عن الشخصيات الأربعة كرم وفراس وجنة وديمة هنا يقول لي Can you remember تقدر تتذكر الأجوب المتعلقة بهذه الأسئلة خلنا نجي نقرأ الأسئلة ونشوف نقدر نجاوها الأولى Number one أولا How does Karam's dad get to work كيف يصل أبو كرم إلى العمل ذكرنا أن أبو كرم يذهب إلى العمل بواسطة السيارة فاش أقول Buy car Number two Does Karam's dad like driving to work هل يحب أبو كرم قيادة السيارة للعمل ذكرنا بالقطع أن أبو كرم يحب قيادة السيارة لذلك أقول Yes he does Number three Where did Dima's mother go last week أين ذهبت أم ديما في الأسبوع الماضي ذكرنا بالقطع أن ديما أمها ذهبت إلى النجف الأشرف بواسطة الطائرة فاش أقول To النجف الأشرف Number four How long did it take Dima's mother to get there كم استغرقت أم ديما لكي تصل إلى هناك إلى النجف الأشرف ذكرنا أن هي ذهبت بالطائرة واستغرقت حوالي ثلاثين دقيقة فاش أقول Number five What are Jenna and her friends going to see ما الذي سوف يروح جنة وأصدقاءها في رحلتهم المدرسية قلنا أنهم راح يشوفون Lots of beautiful places الكثير من الأماكن الجميلة في رحلتهم على القارب Number six What is Jenna going to make for the picnic ما الذي سوف تصنع جنة في رحلتها ذكرنا أن جنة سوف تصنع الكيك لرحلتها فاش أقول Cake Number seven How did Faraz's brother go to الناصرية كيف ذهب أخو فراس إلى الناصرية ذكرنا أنه ذهب إلى أجدادا بواسطة القطار فاش أقول Buy a train Number eight Did Faraz's brother like going fast هل أخو فراس يحب الذهاب في وسيلة نقل سريعة؟ ذكرنا أنه في أخو فراس أحب القطار لأنه سريع فاش أقول Yes he did هذا ما يخص الحق للأول كاتبين My answer إجاباتي وبعدها كاتبين My friend's answer إجابات زميلي هل هنا ما أكتب بي؟ ننتبه بتمرين بي يقول لي Ask your partner اسأل زميلك Does he or she have the same answers؟ يروح هنا للتلميدي يسأل زميلة يشوف إجاباته مثل إجابات زميلة إذا مثل إجابات زميلة يكتب إجابات زميلة بهذا الحقل ويشوف إذا كانت إجاباته مثل إجابات زميلة وبالأخير أنا مود يعرف إذا كانت إجاباته صحيحة وخاطئة تمرين سي Look at pages 100 and 101 of your pupils book انظر إلى صفحة 101 من كتاب الطالب Again مرة أخرى And check your answers وتفقد إجاباتك اتفقد إجاباتك عن هذه الأسئلة من خلال النصوص اللي قرناهن عن جنة وفراس وكرم وديمة فنلاحظنا أن جميع هذه الأنشطة صفية ومن الممكن أن نحلها بداخل الصف هذه الأسئلة اللي حاول التلميذي يحضرها على موضوع لمن يسأل الأستاذ يقدر يجاوبه عن القطعة اللي أخذناها قبل دقائق عن كرم و جنة وديمة وفراس ننتقل إلى النشاط الآخر Look انظر Do you remember about regular and irregular verbs هل تتذكر عن الأفعال الشاذة والأفعال القياسية شرحنا بدروس سابقة بوحدات سابقة أن الفعل عند تحويل الماضي إما أن نضيف لدي أو إيدي إذا كان فعل قياسي مثلا Play Played Walk Walked Play يلعب Played لعبة Walk يسير Walked سارة فقط أضيف إلى إيدي يتحول إلى الماضي سميناها سميناها regular verbs أفعال قياسية أما irregular verbs الأفعال الغير قياسية فهي التي عند تحويلها إلى الماضي لا تقبل الإيدي ما نخلي لها إيدي لما نردحول إلى الماضي وإنما تتحول جذريا إذا تذكرون مثلا كلمة swim يصبح ماضيها سوام سباحا ملاحظة بعض الأفعال عند تحويل الماضي مثل ما وضحنا نضيف لها إيدي وتسمى الأفعال القياسية مثل Walk Walked Walk يسير فعل مضارع Walked سارة فعل ماضي أم بعض الأفعال تتغير جذريا عن التحويل الماضي وتسمى الأفعال شادة مثل swim يسبح سوام سباحا هذه الملاحظة شرحناها بشرح مفصل وبدأه سابق هنا يريد أن نراجعها أو يراجع الأفعال المتعلقة بها متمرين D Look at the present verbs انظر للأفعال بصيغة المضارع Write the past verbs اكتبها بصيغة الماضي write R ثم بعدها اكتب R إذا كان هذا الفعل لما حولت الماضي قياسي أو I إذا كان غير قياسي شرحنا قبل دقائق شن يعني قياسي وغير قياسي بعد شوية راح نعرف شون تجينا بالامتحان خلنجي نحلل الأمثلة وبعدها نعرف شون تجينا بالامتحان فهنا هنا is شن الماضي مالتهن ماضيهن was aware ضفت لهن ايدي لا ما ضفت لهن إذن لمن حولت الماضي ما ضفت لهن ايدي إذا ما ضفت لهن ايدي شن أسميه أسميه غير قياسي أو شاد إذن أخلي irregular اللي هو حرفها I number two tell يخبر شن الماضي مالتهن ماضيها told أخبرا عند تحويل الماضي ضفت له ايدي no ضفت لهن ايدي وإنما تحول جذريا يعني ال I صارت O إذن هذا قياسي له شاد هذا غير قياسي شاد فأخلي حرف الآي number three take يأخذ شن الماضي مالتهن ماضيه took أخذ ضفت لهن ايدي لا ما ضفت لهن إذن هذا فعل غير قياسي أو شاد فأخلي حرف الآي make يصنع شن الماضي مالتهن ماضي مالته made صنعه ضفت لهن ايدي لا ما ضفت لهن ايدي إذن هو فعل شاد فأخلي حرف الآية بعد travel يسافر شن المعظمات المعظمات traveled سافرا نلاحظ أنه ضفت لأيدي إذن هذا قياسي لأشاد هذا قياسي فأقول regular معناها قياسي visit يزور شن المعظمات visited زارة كذلك هذا قياسي ضفت لأيدي love يحب شن المعظمات loved أحب كذلك هذا قياسي ضفت لأيدي fly يطير شن المعظمات flew طار ما ضفت لأيدي إذن هذا شاد أخلي لحرف الآي و look ينظر المعظمات looked نظرة هذا ضفت لأيدي إذن هو قياسي فأخلي حرف الآر بعد ما حلت هذا التمرين هذا الجدول أحاول أحفظه هذا حفظناه بدروس سابقا مجرد أراجع ليش لأنه ممكن يجي لبير امتحان بسؤال ملاب هذه الصيغة مثلا يقول لي travel المعظمات traveled take شن المعظمات أجي لازم حافظ الجدول هذا take المعظمات took فأكتب took مثلا is المعظمات was fly شن المعظمات أجي هذا fly المعظمات flew فأكتب flew أو قد تأتي في سؤال القواعد كما في المثال لدينا إذن هذا بسؤال الملاب أحاول صيغة ثانية من الممكن تجي بسؤال القواعد مثلا يقول we فراغ lots of pictures in arbyn last week نحن فراغ الكثير من الصور في arbyn الأسبوع الماضي take يلتقط لو took التقط بما أن الجملة بالماضي شن عرفتها بالماضي أستاذ عرفتها من خلال last week الأسبوع الماضي إذن الجملة بالماضي إذن لازم أوضع الفعل الماضي الفعل الماضي هو الفعل took وليس take take يأخذ بالمضارع took أخذ بالماضي فأكتب took هذا ما يخص هذا النشاط نشاط مهم جدا بالامتحان التحريري يجيني بأحدى الصيغة ينذني أو من الممكن يجيني بسؤال الإملاق نقطة وبسؤال القواعد نقطة لذلك هو موضوع مهم جدا بالامتحان التحريري أحاول قدر المستطاع أحفظ الأفعال وصيغة الماضية هذا كان درسنا لهذا اليوم أخذنا به ثلاث أسئلة تعتبر كمقدمة للدرس يقدر يجاوب من خلال التزميذ بالطريقة التي تأجبه بيعبر عن ريه لأنه عبارة عن نشاط فكر وناقش وبعدها قلنا هذه النصوص مهمة المعلومات اللي بداخلها مهمة ولاحظنا أنه تمرين أي تمد حل على هذه الأربع نصوص وبالدرس القادم سنلاحظ أنه النشاط الأول بكتاب الطالب الأسئلة التي بالبداية عبارة عن أسئلة true false صح وخطر متعلقة حالها بهذا النصوص ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو استفسار أو ضابط تقدرون تتواصلوا معي على الحسابات الموجودة معكم على الشاشة